السلام عليكم من قناة الإخبارية السورية أهلا بكم إلى النشر الاقتصادية بحضور وزير المالية دكتور مأمون حمدان ووزير العدلة دكتور نجم حمد الأحمد عقد اجتماع في وزارة المالية لمناقشة موضوع المحاكم المصرفية والصعوبات التي تعترض عمل القطاع المصرفي تفاصيل أوفا مع ميس أورفلي اجتماع نوعي عقد في مبنى وزارة المالية بحضور وزير المالية الدكتور مأمون حمدان ووزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد لمناقشة موضوع المحاكم المصرفية والصعوبات التي تعترض عمل القطاع المصرفي السهلات الموجدت من أجل تحصيل القروض والديون المتعثرة التي عكفت على منحها المصارف في مرحلة ما ربما دون توفر الضمانات الكافية التي تغطي هذه القروض من جهة أو لخللهم في الإجراءات جاءت هذه المحاكم أسوة بما عليه الحال في دول العالم محاكم متخصصة تلقي الحجز الاحتياطي أو تمنع السفر أو تتخذ غير ذلك من الإجراءات التي تراها ضرورية لتحصيل المال العام المعوقات التي تعترض عمل القطاع المصرفي وأهمها معالجة وضع القروض المتعثرة إضافة إلى إشكالية تحصيل الدين عبر ما يسمى دوائر التنفيذ وإشكاليات تحصيل المصارف لحقوقها عبر القضاء ومعالجة التدخلات التي تحدث مع المحاكم المصرفية وقرارات الإيقاف من المحاكم الأخرى بالتنسيق مع وزارة العدل كلها قضايا تمت منقشتها فضلا عن التأكيد على ضرورة تلف الثغرات المتعلقة بالدعوى المصرفية طبعا يتم بحث هذه المشكلات التي تتعرض لها هذه المصارف بعلاقتها مع المقترضين نحن نعلم الظروف التي يمر بها بلدنا والتي نتمنى أن تنتهي بأسرع واحد ممكن المصارف لها حقوق وأيضا المقترضين لهم مشكلات ولدهم لهم ما يبرر أحيانا عند البعض اليوم ندرس هذه القضايا ونتعرف كيف يمكن أن نحل هذه الإشكالات هناك حقوق للمصرف حقوق للدولة في نسبة للمصارف الحكومية وحقوق للمصارف الخاصة ولكن هناك أيضا ظروف يجب أن ننطلق منها القروض المتعثلة للمصارف العامة والخاصة تشكل حجر العثرة أمام تفعيل دور المصارف العامة والخاصة العاملة في سوريا ضمن العملية الإنتاجية لكونها من أهم عوام الاستقرار سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي ميس أورفلي الأخبارية السورية دمشق وزارة المالية كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل أن الوزارة تقوم حاليا بتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول الصديقة ولسي ما التي تصدر لها كروسيا الاتحادية والاتحاد الأورسي وإيران خليل لفت إلى أن الوزارة تجري مباحثات مع عدد من الدول الصديقة الأخرى لتوقيع اتفاقيات جديدة لتصدير منتجاتنا إليها مضيفا أنه قريبا سيتم توقيع اتفاق يتعلق بنظام تبادل المعلومات الخاص بالعملية التصديرية بين سوريا وروسيا أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلكة دكتور عبدالله الغربي أربعة قرارات تتعلق بإعادة استثمار صالات ومنافذ بيع المؤسسة العامة الاستهلاكية المفردة والمؤجرة للقطعين العام الخاص والشقق المؤجرة تفاصيل أوفة مع راما عمر تنفيذا لتوجيهات الحكومة باستثمار الموارد والإمكانيات المتاحة بشكل صحيح وللحد من الهدر وبهدف زيادة منافذ التدخل الإيجابي للمؤسسة العامة الاستهلاكية أصدر الدكتور عبدالله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أربعة قرارات تتعلق بإعادة استثمار صالات ومنافذ بيع المؤسسة الاستهلاكية والمؤجرة للقطعين العام والخاص والشقق المؤجرة القرار الأول يقضي بإلغاء كافة عقود الأفراد للمنافذ المفردة والمخصصة بالأمانة للقطع الخاص القرار الثاني دراسة عقود الصلاة المؤجرة للقطع الخاص قانونيا وبيان المخالفات بها مع رفع بدل الإيجار حسب الأسعار الرائجة حاليا والإشراف الكامل من قبل المؤسسة على عمل هذه الصلاة ودراسة الأسعار المعروضة بها بما يحقق استراتيجية التدخل الإيجابي والتركيز على وضع مدة زمنية لهذه العقود بما يتناسب مع التشريعات القرار الثالث إخلاء الشقاق السكنية المؤجرة لبعض العملين في الدولة ورفع بدلات الإيجار حسب الأسعار المعمول بها حرصا على الاستثمار الأمثل لموارد المؤسسة القرار الرابع مخاطبة الجهة العامة المستأجرة لصلاة من المؤسسة لإعادة الصلاة غير المفعلة من قبلها وزيادة بدل الإيجار بما يتناسب مع الأسعار الرائجة للصلاة المفعلة يذكر أن هناك خمسا وأربعين صالة مؤجرة للقطاع العامة وخمسة مولات مؤجرة للقطاع الخاص وواحدا وستين شخصا مفردا لهم صالات من المؤسسة العامة للسلاكية وسبع شقق مؤجرة للعاملين في الدولة أكد معاون مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة أسامة العلي على إنجاز أليات العمل في المناطق الحرة السورية وتسهيلات الممنوحة للشركات وإجراءات المؤسسة لمعالجة أوضاع المستثمرين العلي شدد على أن المؤسسة تعمل على إقامة أسواق حرة جديدة واعتماد نظام الثقة البديلة في استخدام الكهرباء وإشارة مناطق اقتصادية خصوصية وعقد اتفاقات جديدة مع الدول الصديقة وإعفاء الصناعات المميزة من الرسوم ضبطت عناصر حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية ومديرية التجارة الداخلية بريف دماشق نحو 200 كيس دقيق تموين مهرب زنت كل كيس 50 كيلوغرام في منطقة السيدة زينب مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دماشق قال إن هذه الأكياس تم تهريبها ونقلها ونخلها لتحويلها إلى دقيق زيرو وبيعه في الأسواق بأسعار مرتفعة على أنه دقيق مستورد مشيرا إلى أنه تمت مصادرة أدوات الغش من أكياس ومنخل وآلات درز أصدرت المؤسسة العامة للإسكان قرارا يقضي بتعديل المخطط التنظيمي لضاحية الفيحاء في محافظة ريف دماشق حيث سمحت لأصحاب العلاقة بالاعتراض على المخطط خلال شهر يشار إلى أن وزارة الإسكان كانت قد أطلقت مشروع ضاحية الفيحاء السكني بـ 12 ألف مسكن العام الماضي حيث تم تخصيص الجمعيات السكنية في ضاحية الفيحاء عرضت وزارة النفط العراقية 12 حقلا نفطية للتطوير أمام الشركات النفطية العالمية عصم جهاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أكد أن الحقول النفطية المعروضة تتوزع على محافظتي البصرة وميسان جنوب ووسط العراق بينت الهيئة العامة لسلعة تموينية في مصر أنها تعاقدت على شراء 420 ألف طن من القمح منها 240 ألف طن قمح روماني و180 ألف طن قمح روسي مناقصات استيراد القمح في مصر كانت قد تعرضت للضرابات خلال شهور الماضية بسبب تضارب القواعد التنظيمية المتعلقة بنسبة فطر الإيرغوت المسموح بوجودها في القمح المستوى أكد البنك الدولي أنه حوالي 100 مليون شخص بالعالم مهددون بالفقر بحلول العام 2030 وذلك لتابعات السلبية لتغير المناخ على حياة البشر والأمن المائي والغذائي البنك شدد على ضرورة تحرك الفور من أجل تقليص نسب الفقر مشيرا إلى أن التغير المناخ يشكل خطرا على البيئة ويفرض تحديات كبيرة تلقي بذلالها على جهود التنمية انتقالا مشاهدين إلى أسعار العملات بحسب النشر الرئيسي للمصرف المركزي الدولار سجل في شركات الصرافة 517 ليرة و42 قرشا أما اليورو 563 ليرة و32 قرشا في أسواق الذهب العالمية أنصة الذهب عالميا سجلت 1265 دولار و55 سنة محلية 19500 ليرة لعيار 21 16715 ليرة لعيار 18 أما في أسواق النفط العالمية خام برينت سجل 50 دولار و8 سنتات للبرميل الخام الأمريكي 49 دولار و21 سنة للبرميل مشاهدين هذا كان كل ما لدينا في الاقتصاد ننتقل إلى أيهم لمتابعة آخر أخبار رياضة تفضل أيهم ترجمة نانسي قنقر